بعد بالشارع دي أحزاب وليدة كلها ولازم تأخذ فرصتها هذه الأحزاب اتولدت بعد سهرة 25 ناناية الوافد أه حزب موجود لا لا كان الشرام الوافد لا يحتاج إلى أنه الناس تعرف جيدا الوافد بما لو من مرجعية سياسية وتاريخية دور الوافد كشقيق أكبر أن يحتوي هذه الأحزاب وهذه القوى الشبابية اللي موجودة معنا وأنا بقول لحضرتك إن شاء الله الوافد المصري أو تحالف الوافد المصري حيكون له كتلة قوية وكبيرة في مجلس النواب القادم لكن الحياة الحزبية في بدايتها وكان مفروض أن القانون الانتخابات يدعم هذه التجربة أو التعددية الحزبية ويدي الاعتبار يعني يعيد الاعتبار للحياة للأحزاب السياسية بعدما أهينت على مدى 61 سنة ومن يطالبون الآن بإلغاء الأحزاب ودي صوت صوت يعني راجع لنا من الماضي القريب وفي أصوات بتطالب آه طبعا أصوات بتطالب بكده وأحيانا في اجتماعات الرئيس تطالبهم الأحزاب لا وإحنا عايزين الحزب الواحد يعني بعض الأصوات الناصرية مع تخديري لجميع الناصريين بقولوا ما فيش في ديمقراطية في العالم بدون أحزاب يعني أنا إلا إذا كنا حنخترع ديمقراطية خاصة بمصر ديمقراطية في العالم يعني تعددية حزبية يعني تداول سلطة بين أحزاب آه عندنا 94 حزب محدش عارفهم ولا نعارفهم وده شيء طبيعي مش شيء يعني آآ جديد أسبانيا بعد آآ فرانكو آآ كان فيها 180 حزب آه التحولات بتتأم بتتحول من النظام الشمولي إلى نظام ديمقراطي بتحصل حالة من الفوضى زي أن في تأين لينفتاح الاقتصادي في بدايته بتبقى حالة من الفوضى وبعدين بينظم نفسه لينفتاح السياسي أيضا بتبقى فيه حالة من حالات الفوضى بعد كده الناس بتنظم هذه الفوضى فأول انتخابات اللي 94 حزب دول حينتهوا حيب أفضل منهم 7-8 أحزاب بعد الانتخابات التالية حيب أفضل فيه في مصر حزبين رئيسيين هم اللي بيتنفسوا على السلطة فلازم نحتمل إحنا في مرحلة انتقالية هتاخد من 5 إلى 10 سنوات لازم نخوض هذه المرحلة الانتقالية مش نقفز عليها لو قفزنا عليها وأصبحت المواجهة فقط مع طيارات المتطرفة أو طيارات الإسلام السياسي مواجهة أمنية في يوم من الأيام حالية الإخوان رجعين للحكم مرة تانية اللي رجع الإخوان اللي خلي الإخوان يتمكنوا من السلطة في 2011 و2012 هو الفراغ السياسي اللي كان موجود غيبة الأحزاب السياسية لو فيه أحزاب موجودة كانت نزل توجهة الإخوان فمش عايزين نتكرر الخطأ اللي كان بيكرره النظام السابق تخل الساحة تماما تخل واجهتها بالأحزاب السياسية وبالسياسة طيب وأنا لا يعني يعني مضطرنا أنا أميل للشخصانة خمس ستة أسماء حسأل عنها اللواء مراد موافي مهندس نجيب سويرس الأستاذ حمدين صباحي الفريق أحمد شفيق اللواء أحمد جمال الدكتور مصطفى الفئي والأسئلة حشخصانة هنا واحد ليه في اتهام للمهندس نجيب سويرس أنه بيسعى للسيطرة على الحياة السياسية والاستحواز على مجلس النواب القادم اتهام يوجهه البعض وأنه ينفق أموالا من أجل هذا الهدف يعني والحياة المهندس نجيب سويرس يتعرض لحملة شرسة شوية وهو الحياة شخصية وطنية وهو طبعا شخصية وطنية ما فيش شك ومتفق يعني يمكن فاكر حضرتك في برنامجك هنا أيام نظام الإخوان لم أصرنا أن أنا متهم أنا هو بمحاولة خطف الرئيس مرسي وكان هو برة طبعا وطلع برة واجريت معه حوارا في الخارج بكثي من فنجيب سويرس شخصية وطنية شخصية مصرية أقدرها تماما وجميعا أقدرها لكن كسياسي بيتعرض هو دخل مجال السياسة قريبا دخل مجال السياسة لكن طول عمره مهتم بالشأن العام ومهتم بقضايا الوطن شخصية أدت لمصر كتير وزالت تؤدي وأنا الحقيقة ضد أي اغتيال معناول للمهندس نجيب سويرس محاولة أن حزب المصير الأحرار يسعى للأغلبية هذا حقه مش عيب ما أنا بقولك الوفد أيضا يسعى للأغلبية ما فيش حزب سياسي لما تقوله أنت بتزأ يعني كان أيام النظام من رئيس المبارك يقولك الله وأنتو عزين تحكمهم آه لازم نقول عزين نحكم يعني يقولك ده أي حزب إذا ما كانش داخل عشان في يوم من الأيام يصل إلى الأغلبية يبقى عمل الحزب يعني داخل نشاط اجتماعي ولا تسلية من أي حق أي حزب سياسي أنه يقول أن أنا بنافس على الأغلبية مش هياخد الأغلبية لكن لازم يقول كده ولا يدخل يعني زي ما يكون داخل معركة بتقول أنا داخل منهزم قبل ما أبدأ فأنه يقول أن أنا بنافس على الأغلبية من حق المهندس نجيب سويرس أن يقول هذا الكلام بس ليه الخلافات معك لماذا لم تتحلفوا معه أنا الحياة زي ما بقول لحضراك إحنا ساعينا لأن نكون الشقيق الأكبر لكل الأحزاب وأن نحتوي هذه الأحزاب وعلنت أكثر من مرة أن الوفد لن يكون بأي حال من الأحوال سببا في تفتيت الصف الوطني أو في تفتيت الكتة الوطنية واتصلت بالمهندس نجيب سويرس مرتين لكن هو يعني زي ما وكان فيه طبعا اتصالات غير مباشرة عن طريق الدكتور أحمد البرعي وعن طريق أطاري الأستاذ جورجي إسحق وأكدوا لي في أكثر من مرة أن المهندس نجيب سويرس وأنه مش حيشكل قائمة وبالتالي وما أنه ما فيش ما يمنع من التنسيق في المقاعد الفردية أو في بعض المقاعد الفردية وهذا خيار من حقه أن يتخذه ومن حق حزبه أن يتخذه ما يحقق مصطحة حزبه هذا رأيه ولا تسريب عليه ولا يعني ما فيش يعني العكس ولو فيه أي قيادة محترمة والحمد لله يعني كلهم قيادات محترمة يعني لو جيه رئيس حزب المصير الأحرار يترشع عن دكتور أحمد سعيد حنخلي له الدائرة فوراً لو جيه حد المهندس نجيب سويرس أو شخصية من الشخصيات القيادية حتترشع في دائرة لنا فيها مرشح حنخلي الدائرة وحنسحب مرشحنا قدامه فعلاً أصله أصل بعضهم يقول الدكتور سعيد أنه مشكلة الدكتور سعيد البلو أنه يسعى للحصول على أكبر كعكة لحزب الوافد ويهتم بأسماء أعضائه حتى لو كان بعضهم ليس كفئاً يعني أنت يجب أن تهتم بأنه من الأكفى وليس لا أنا عاوز بتاع حزب الوافد أصح أقول لحضرتك لو أنا ما قلت أنا عايز مرشح حزب الوافد وحطيته وما نجحش أنا كسبت إيه يعني ما النهاردة ده منتخبات فردية أنا يهمني لو حطيت مرشح للحزب الوافد مش هيكسب وفي قدامه مرشح المصين الأحرار يكسب أنا أزكي مرشح المصين الأحرار لأنه إحنا جوه مجلس الوافد هنتكلم نفس اللغة هنتكلم نفس يعني مش كل تركيزك على الحصول وعلى أكبر كعكة لحزب الوافد لا طبعا إحنا التحالف الوافد المصري ما فيش بنا من بعض المحاصصة والحاق في إنكار ذات لكل اللي موجودين فيه إحنا عايزين نبقى لأن التحالف ده تحالف سياسي انتخابي إحنا داخل مجلس النواب هيئة برلمانية واحدة برئيس هيئة برلمانية واحد مش هننفصل إلى أحزاب داخل مجلس النواب سنظل كتلة واحدة عملنا وثيقة عملنا إشهار لهذه الوثيقة عن شرف شرع أقاري هنبلغ بيها لجنة شؤون الأحزاب هنبلغ بيها لجنة اللجنة العليا للانتخابات وبالتالي نحن أمام تحالف سياسي مستمر ما يهمينيش بقى هو من الوافد هو من مصر الديمقراطي هو من إصلاح والتنمية هو من الكتلة الوطنية كل ده مش بحل يعني اعتبار اللواء مراد موافق أحيانا يعني يتصدر اسمه المشهد على اعتبار أنه يعني مقبول شعبيا وسياسيا وأنه ربما يجمع بعض القوى وربما يكون حصانا في الانتخابات لكن فجأة يختفي أين اللواء مراد موافق وهل جلستم معهم هل نصقتم معهم اللواء مراد موافق في بداية التحالفات كنا بنجتمع كلنا مع بعض وكانت داعي دائما لهذه الاجتماعات تنسى عمر موسى وكتنا بحضر واللواء أحمد جمال الدين واللواء مراد موافق وحضرنا أكثر من اجتماع بس كانت الاجتماعات دي واضح أنه مفيش تناغم بين الأطراف اللي حضرها وبالتالي الساد مراد موافق آثر أن ينسحب وأن لا يشارك في أي تحالف آخر يعني لكن طبعا مراد موافق أو اللواء مراد موافق أنا يعني بالنسبة لي هو شخصية بعتز بيها جدا وشخصية وطنية محترمة وإحنا على تواصل مستمر وهو لن يتأخر عن القيام بأي دور وطني صالح لا بس اجتمع فلماذا انسحب واختفى من مجال السياسي؟ لا هو في الوقت اللي احنا انسحبنا فيه احنا في توقيت معين انسحبنا من هذه الاجتماعات أيضا كانت اجتماعات مبكرة شوي فيها توقيت معين انسحب الوفد من هذه الاجتماعات لأنه كان فيه على مائدة الاجتماعات قوة لا نستطيع ان ننسق معه ما نقدرش نتحالف معه ننسق قد يكون التنسيق وارد لكن التحالف لم يكن واردا في ذلك التوقيت يعني كان فيه بعض القيادات الحزب الوطني موجودة في أو يعني موجودة في طرف في هذا التحالف فأنا اثرت لانسحب وفي اليوم التالي انسحب اللواء مراد موافي حتى يعني لا لا يعني ما نقطعش خطوات في مشوار احنا عارفين نهاية رايحة فين واكتفينا وفور الانسحب اعلننا تحالف الوفد المصري هل من بين هذه القوة حزب الفريق احمد شفي لانك ايضا كان حزب اه كان حركة الوطنية كان الحركة الوطنية كان الحركة الوطنية وكان مصر بلدي في بداية الاجتماعات صيح حصل بعد كده اجتماع بيني وبينهم وبدأنا نتفق على ان نتجاوز مسألة الخلافات الظاهرة والتلاسن بين الوفد او تحالف الوفد المصري وبين احزاب الجبهة المصرية وقلنا ان المناخ الحالي او الظرف الحالي يقتضي ان نتنافس انتخابيا دون اثاءات والحقيقة اكتشفت ان فيهم يعني شخصيات كويسة جدا وانهم ابعدوا بعض الرموز الفجة اللي احنا لنا تحفظات كبيرة عليها فلكن كان في البداية كنا ننظر الى هذه الاحزاب انها تضم كل رموز الحزب الوطني بشخصياته التي افسدت الحياة السياسية وفسدت مالية لكن لقينا بعض الشخصيات اللي موجودة هم اقصوا جزء كبير من هذه الاحزاب بس هل تعتقد ان الفريق احمد شفيق الذي يعني تعامل معه البعض على انه كان فائزا في الانتخابات وحصل على هذه الكتلة التصوطية الضخمة يعني يمثل ارادة شعبية يعني يمكن ان يكون محسوبا على الفلول لا الفريق احمد شفيق عمرو ما كان حزب وطن الفريق احمد شفيق كان قائد قوات جوية طلع من قائد قوات جوية وزير للطيران الى رئيس وزراء يعني ما اقدرش احساب اعتراضك ليس عليه على بعض الاشخاص في حزب على بعض الاشخاص اللي اعلنوا وجودهم في هذا الحزب لكن علمت في اجتماع حضرته انا مع هذه الاحزاب جميعا انهم اقصوا هذه الرموز الفجة من الترشيح ومن الحزب عندهم طيب الدكتور مصطفى الفقي لماذا انضم الى حزب الوفد هل هناك هدف ما البعض بدأ يدخل في انه يعني ربما يكون رئيس مجلس النواب القادم او وكيلا لمجلس النواب وبدأ البعض يعني يوزع المناصب والغنائم هل جاء من اجل ذلك مصطفى الفقي فكر في الانضمام للوفد اكتر من مرة منها كان يفكر في يعني وهو في بداية تكوين حزب الوفد في نهاية السبعينات كان بيفكر انه يستقين من وزارة الخارجية وينضم للوفد لانه دارس طبعا هو مفكر ومثقف ودارس فكر الوفد وتاريخ الوفد انضم عن قناع حتى في ايام الرئيس مبارك الاخيرة كان بيفكر ينضم للوفد وتحدث معه انه ينضم للوفد ثم عدل عن الانضمام فالدكتور مصطفى الفقي من فترة طويلة هو يعني يراوده فكرة الانضمام الى حزب الوفد وهو طبعا مكسب كبير لأي حزب سياسي وهو يعني مفكر ومثقف وقارئ للتاريخ وانضم للوفد دون اي هدف ودون اي لافدماغ ورئاسة مجلس نواب بالعكس ده هو بيأيد السيد عمرو موسى لرئاسة مجلس نواب وبيرى ان السيد عمرو موسى لديه قدرات ومقومات لم تظهر بعد وهو يعلمها من واقع التعامل بينه وبين عمرو موسى على السنوات طويلة وان هذه القدرات مصر محتاجاها في المرحلة وانت شايف انه افضل من يمكن ان تطمحوا يعني ان يكون رئيسا لمجلس نواب القادم هو السيد عمرو موسى اه طبعا على رأس المرشحين لرأس مجلس نواب القادم من وجهة نظري طيب الاسم الاخير الاستاذ حمدين صباح هل نصق معكم هل الطيار الشعب يمكن ان هل كان فيه اجتماعات اتصالات مقلمات اه كان فيه اجتماعات وانا يعني يمكن حضرات معاك وفي اكثر من برنامج اشد بالاستاذ حمدين صباح واشتغلنا مع بعض من سنوات طويلة يمكن من سنة 2000 وحنا بنشتغل مع بعض سياسة معارضة للنظام القديم واشتغل معنا بكل شجاعة وطنية في جابة الانقاذ وهو قريب الى قلبي جدا وانا يعني قدرت له شجعته في خوض انتخابات الرئاسة امام الرئيس عبدالفتاح السيسي وايضا في عدم انسحابه بعد ان اتضحت الرؤى من انتخابات الرئاسة لان ده كان موقف وطني يحسب لحمدين صباح وانا بندهش كثيرا من الهجوم الاعلامي والتجريح اللي بيناه من حمدين صباح لان حمدين صباح ده دور مهم جدا في الانتخابات الرئاسية الماضية الراجل يعلم قبل ما يدخل الانتخابات المحيصات وكل المحيطين بيعلامه هذا يعني رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي قريب الى قلبي جدا وصديق عزيز جدا يعلمه جيدا ان هو بكان شحينجا قدام الرئيس عبدالفتاح السيسي ولما تمدت الانتخابات يوم بقرار من اللجنة العليا للانتخابات كثيرين من اعضاء من المؤيدين الاستاذ حمدين صباحي كانوا يروا ان ينسح في هذه الليلة لكنه رفض رفض حتى لا يسيء الى مصر في ذلك الوقت والى الانتخابات الرئاسية وبالتالي انا بقدر حمدين صباحي جدا انما التحالف مع طيار الشعبي بالنسبة لنا مسألة صعبة ليه؟ مسألة صعبة ليه بقى يعني يعني مش عايز اقول بالضبط الاسباب لكن مسألة صعبة الطيار الشعبي طيار احتجاجي والطيارات الاحتجاجية احنا في مرحلة بناء مؤسسات سياسية وبناء دولة الطيارات الاحتجاجية بخشى منها جدا واحنا في اطار تحالف ممكن في لحظة من اللحظات ينفجر هذا التحالف ده تيجي عدم تبرس هذه الطيارات الاحتجاجية على العمل السياسي طيارات الاحتجاجية يعني تكون اميل كثيرا الى اللجوء للشارع اكثر منها يعني احنا مثلا برحب بحزب الكرامة اللي بيترقصه سيد المهندس محمد ساني لانو حزب سياسي واعضاء الحزب يعني بيلتزبوا حزبيا في يعني لكن في بعض الطيارات الاحتجاجية صعب بالتعامل سياسيا معهم اه يعني تلجأ الى الهتافات واللجوء للشارع اكثر اكثر من البناء يعني من البناء بالزبط كده بالاضافة ان الناخب المصري وبرضه انا هتكلم بمنتص صراحة يعني يعني بكش عزة اقول السبب يعني لكن هقول بمنتص صراحة بقى يعني زي ما تعودت معك الناخب المصري وفي ظل يعني الانتشار الامية بينظروا للأستاذ حمدين صباحي انه كان ضد الرئيس اه انه يبقى حمدين معاك يبقى انا معايا يبقى الحزب بتاعنا ضد السيسي فطبعا تخسر قبل ما تبدأ هو ده الحقيقة بس عشان اكون يعني انا حاولت اجلقي مخرج فلكن هو ده السبب الحقيقي لا ويعني بدنا منك الوضوح دائما يعني هو سياسي انا ما تيجي تحسبها فده ده السبب الرئيسي الحقيقة ما فيه سبب اخر يعني هو ده السبب الرئيسي انا حاولت اداء مخرج وقود طيارات احتجاجية ومش لاقي فلكن السبب الرئيسي هتغد حمدين يبقى انا ضد الرئيس هتخسر المؤيدين للسيسي يبقى خسرت قبل ما ابدأ فعشان كده انا بلغت الرسالة دي الحقيقة مع الاستاذ زر الاسحاء والدكتور احمد البرعي ويقول له انا مش هقدر لهذا السبب لكن انا بقدر الاستاذ حمدين صباحي جدا طيب دكتور سيد البداء ورئيس حزب الوفد بتوجه لحدك بالشكر وبالتأكيد كل هذه الافكار يعني سيستفيد منها الجميع من مؤسسة الرئاسة وانت نازل الى المستوى الشعبي والهدف هو مصلحة الوطن التأجيل لمصلحة الوطن في هذا التوقيت تأجيل انتخابات مجلس النواب مقترن بمراجعة لقانون انتخابات وحوار مجتمعي حول قانون انتخابات وقانون الدوائر تقسيم الدوائر الانتخابية وليس التأجيل لمجرد التأجيل من هنا نبدأ يعني اعتقد انه هذا الكلام يمكن ان يكون بداية لمناقشات قادمة وموعيد الانتخابات ليست مقدسة بالتالي يمكن ان يتم تأجيلها اذا في مخاوف حقيقية يمكن ان تعطل اهداف فور التلاتين ستة وهي فوق الجميع بتوجه علىك تاني المقدس الوحيد فعلا انا بحييك ان الموعيد ليست مقدسة نظرتنا الى الخارج احنا اتجاهنا او البصلة بتاعتنا اتجهت الى الداخل وليس الى الخارج المقدس والذي نعمل جميعا من اجله رئيسا وشعب هو صالح الوطن وصالح الموارد هو هذا الوطن لا كبير فوق هذا الوطن بتوجه لعدك بالشكر وبعد الفصل حنناقش مشروع قانون يبيح اجراء التجارب الادوية على المرضى بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر